اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة يسعدني ان التقي بكم في حلقة جديدة اعرض لكم خلالها فن ننفنون البلاغة المقررة للصف الثاني عشر سأتحدث اليوم معكم في موضوع الرسالة ابين لكم معنى هذه الرسالة وانواعها مع استخلاص اهم خصائصها كل هذا بعد الفاصل فابقوا معنا اعزائي الطلبة اهلا وسهلا بكم كنا قد تكلمنا قبل الفاصل بان حلقتنا لهذا اليوم هي التحدث عن فن من فنون البلاغة المقررة للصف الثاني عشر الا وهو موضوع فن الرسالة والرسالة هي اولى وسائل الاتصال بين الناس عن بعد تلبية لحاجاتهم النفسية او الفكرية او العلمية وقد تم تقسيم هذه الرسائل تبعا للغرض منها الى ثلاثة انواع لنتعرف معا على تعريف الرسالة الرسالة هي اولى وسائل الاتصال بين الناس عن بعد تلبية لحاجاتهم العلمية او النفسية او الفكرية وكما اوضحت بان للرسالة ثلاثة انواع تبعا للغرض منها وهي كالاتي انواع الرسائل اولها الرسالة الرسمية او الديوانية وهي التي تصدر عن الدواوين الرسمية سواء في ذلك ما تتبادله الدول حول علاقاتها المختلفة او ما تتبادله الوزارات والهيئات في الدولة الواحدة وثاني هذه الانواع الرسالة الشخصية او الاخوانية وم يتبادلها الاخوان فيما بينهم للتهنئة او التعزية او الدعوة او اظهار الشوق والحنين ونحو ذلك من مناسبات اجتماعية او احوال نفسية واخر هذه الانواع هي الرسائل الادبية وهي التي تعرض لفكرة معينة او تعبر عن شعور الكاتب تجاه موقف معين وتكون محملة برؤية في الكون والحياة ولتعلم عزيزي الطالب بان الرسائل الرسمية او الديوانية هي التي تم اقرارها عليك في المنهاج المدرسي المقرر للصف الثاني عشر لهذا العام وان رسالة عمر في القضاء هي الرسالة التي سنتناولها بالتحليل والتفصيل لنصل معا لخصائص الرسائل الان عزيزي الطالب لنقرأ معا هذه الرسالة رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء كتب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى واليه على البصرة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له اسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك البيينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حرام ولا يمنع انك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع عنه الى الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي اعرف الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك ثم اعمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي حقا غائبا او بينة امدا ينتهي اليه فان احضر بينته اخذت له بحقه وان لا وجهت عليه القضاء فان ذلك انفى للشك واجلال العما وابلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او مجربا عليه شهادة زور او ظنينا في ولاء او قرابة فان الله قد تولى منكم السرائرة ودرأ عنكم بالبينات والايمان ثم اياك والغلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الاجر ويحسن بها الذخر فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك هتك الله سترة وابدا فعله والسلام عليك تلاحظ معي عزيزي الطالب بان هذه الرسالة قد تضمنت امورا كثيرة منها مشروعية القضاء ومنها ايضا الاسس التي يجب ان يلتزم بها القاضي ومنها ايضا المؤهلات العلمية والخلقية التي يجب ان يكون عليها هذا القاضي تضمنت الرسالة امورا كثيرة منها ما يتعلق بالقضاء ومنها ما يتعلق بالقاضي فوضح ذلك تضمنت الرسالة اهمية القضاء اهم اسس هذا القضاء واجبات القاضي واخيرا مؤهلات القاضي العلمية والخلقية وبالنظر الى هذه الفقرة ممكن ان نحدد اجابة السؤال الذي امامها ما هدف الكاتب من هذه الرسالة؟ احسنت عزيزي الطالب فهدف الكاتب هنا بيان مشروعية القضاء ودور القاضي وما يجب ان يتحلى به وصولا الى العدل ولو قرأت معي عزيزي الطالب هذه العبارة فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة كان الغرض الذي يرنو اليه سيدنا عمر بن الخطاب في هذه الرسالة هو بيان مشروعية القضاء وان القضاء ثابت في الكتاب والسنة والاجماع فتكون الاجابة كالآتي غايته ان يبين شرعية القضاء في الاسلام فالقضاء ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ايضا لو لاحظنا الفقرة التي امامك عزيزي الطالب نجد او نلمح فيها اسس للقضاء يجب على كل قاض ان يلتزم بها هذه الاسس هي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه البينة على من ادعى واليمين على من انكر فالانسان الذي يقدم الادعاء لا بد ان يكون مالكا للبينة كذلك من الاسس التي يجب التزامها والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما فواجب على المسلم ان يكون منارة للخير دافعا اليه ايضا من هذه الاسس قول سيدنا عمر بن الخطاب ولا يمنعنك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرجدك ان ترجع عنه الى الحق فلا يعصم انسان منا من الخطأ فلو شعر احد من القضاة بانه قد اخطأ في حكم قام باصداره لا يمنعه امر من العودة مرة اخرى الى الحق و الى النظر في هذا الحكم ايضا من الاسس الفهم عندما يتلجج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك ومن اسس القضاء عزيزي الطالب ايضا قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفهم عندما يتلجج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك فالقاضي العاد العزيزي الطالب لابد ان يرجع قبل ان يصدر حكمه الى كتاب الله ثم سنة النبي فان لم يجدها لا في الكتاب ولا في السنة فيلجأ الى القياس ما زلنا في الحديث عن اسس القضاء فقال ايضا سيدنا عمر رضي الله عنه اجعل للمدعي حقا غائبا او بينة امدا ينتهي اليه اي امنح ايها القاضي للمدعي فترة زمنية يستطيع خلالها الاتيان بالاستبانات والادلة التي تؤكد له حقه عزيزي الطالب قلنا فيما سبق بان هذه الرسالة تضمنت امورا كثيرة ومن ضمن هذه الامور المؤهلات الخلقية والعلمية التي يجب ان يلتزمها اي قاض عادل من هذه المؤهلات دراسة القضية بوعي واناه وهذا لحظناه في قول سيدنا عمر فافهم اذا ما ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وايضا عزيزي الطالب من مؤهلات القاضي وواجباته تجديد الاجتهاد لكل قضية يعرضها وذلك وجدناه في قول سيدنا عمر بن الخطاب الفهم عندما يتلجج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور على ذلك وقد اوضحنا هذا الامر سابقا وايضا من هذه المؤهلات استفاء الادلة والبيانات لإقامة الحكم وظهر ذلك واضحا وجليا في قوله واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينته أخذت له بحقه أيضا من أهم سمات القاضي وواجباته مراجعة القاضي نفسه فيما يصدر من أحكام ورجوعه للحق إن لم يصبه في حكمه كما في قول ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرجدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل استناد الأحكام إلى مصادرها الصحيحة من أهم واجبات القاضي وقد تكلمنا مسبقا بأن المصادر المحددة في الشرع لإصدار الحكم هي كالآتي في كتاب الله ولا في سنة النبي اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك والمصادر الصحيحة للأحكام هي الكتاب والسنة والقياس آخر هذه المؤهلات العلمية والخلقية المساواة بين الناس على اختلاف حضوظهم وهذا بقوله آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك لدينا سؤال عزيزي الطالب ماذا تجد في رسالة عمر بن الخطاب من سمات فنية؟ نلمح في رسالة عمر دقة المعنى ووضوح الغرض نلمح أيضا وبوضوح جزالة اللفظ ووضوح دلالته أيضا متانة السبك وانتفاء التعقيد لفظيا كان أو معنويا تجويد العبارة تجويدا يخدم المعنى ولا يكون عبءا عليه الآن عزيزي الطالب لابد من أن نعقد مقارنة بين الرسائل في الماضي والرسائل الحديثة فالسؤال يقول تباينت السمات الفنية للرسائل قديما وحديثا فما مظاهر هذا التباين لنرى معن هذه الفروق أولا السمات الفنية للرسائل قديما نلحظ بأن المعاني كانت دقيقة وواضحة الغرض تبعا لما وجدناه في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب في القضاء لاحظنا أيضا جزالة اللفظ ووضوحة دلالته متانة السبك وانتفاء التعقيد تجويد العبارة تجويدا يخدم المعنى تراوحت أنماط الكتابة بين الإيجاز والإطناب لم تخضع الرسائل أنا ذاك للشكل معين هذه السمات لو قارناها في سمات الرسائل الحديثة لو وجدنا الآتي لو نظرنا للمعاني بعد أن كانت دقيقة وواضحة أصبحت قريبة وربما جاءت مبتذلة لو قارنا الألفاظ لو وجدناها في الرسائل القديمة كانت جزلة وواضحة الدلالة أما في الرسائل الحديثة الألفاظ مألوفة ولكنها لا تخلو من العجمة التراكيب في السمات الحديثة بسيطة ولكنها تأتي هشة فيها ركاكة جاءت العناية بالمعنى أولا وبالعبارة ثانيا أيضا من السمات الفنية للرسائل حديثا أنها اصطبغت بصبغة قانونية وأصبح للرسالة شكل محدد والآن عزيزي الطالب يسعدني أن أقدم إليك مجموعة من التدريبات جاءت الرسالة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل السؤال عزيزي الطالب هو يبدو أثر الثقافة الإسلامية واضحا في معاني الرسالة ولغتها دلل على ذلك من خلال الجزء الذي أمامك من الرسالة الإجابة هي بذى هذا الأثر واضحا فيه قول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وهو اقتباس من قول الرسول الكريم أيضا في قوله والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أيضا هو اقتباس من حديث شريف إذن تبين أن أسلوب سيدنا عمر بن الخطاب اتضح فيه التأثر في الثقافة الإسلامية إذن تبين لنا عزيز الطالب بأن أسلوب الرسالة جاء متأثرا بالثقافة الإسلامية التي استمدت قواها من الحديث النبوي الشريف أيضا من ضمن التدريبات لو رجعنا مرة أخرى إلى الفقرة التي أمامك عزيز الطالب لا استطعنا أن نجيب على هذا السؤال إلى ما يدعو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفقرة الثانية من الجزء المقابل من رسالته وهو قول سيدنا عمر بن الخطاب ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الإجابة هي يدعو سيدنا عمر بن الخطاب في هذه الرسالة القاضي إلى مراجعة نفسه فيما يصدر من أحكام ورجوعه إلى الحق إن لم يصبه في حكمه ومن الأسئلة المهمة عزيز الطالب هذا السؤال حققت لغة الرسالة غايتها فجاءت ألفاظها واضحة محددة الدلالة وجاءت تراكيبها خالية من الحشوي أو التعقيد أيضا لاحظنا عزيز الطالب بأن الرسالة قد قل فيها الخيال فما سبب ذلك؟ نعم أحسنت عزيز الطالب لأنها تخاطب العقل وتهدف إلى الإقناع فالإجابة تكون كالآتي كانت الرسالة خالية أو قليلة من الخيال لأنها تخاطب العقل وغايتها الإفادة والإقناع من واجبات القاضي عزيزي الطالب استناد الأحكام إلى مصادرها الصحيحة فما هذه المصادر كما وردت في الرسالة؟ نحن تكلمنا وقلنا بأن على القاضي قبل أن يصدر حكمه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإن لم يجدها فيلجأ إلى القياس فالإجابة تكون كالآتي المصادر الصحيحة التي يستند عليها القاضي في إصدار حكمه هي الكتاب والسنة والقياس وصلنا عزيزي الطالب إلى نهاية حلقة اليوم والتي كانت حلقة شائقة تحدثنا فيها عن موضوع مهم من موضوعات فنون البلاغة المقررة للصف الثاني عشر تحدثنا في هذه الحلقة عن الرسالة معناها وأنواعها واستخلصنا معا أهم خصائص الرسالة القديمة والرسالة الحديثة وفي الختام عزيزي الطالب أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال رسالة العلمية لهذا اليوم أستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة